التفاسير القرآنية التفاسير القرآنية الوجيز في تفسير الكتاب العزيز هو تفسير لطيف من تأليف الإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي ولد الإمام الواحدي بنيسابور في إيران في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري أنفق شبابه في التحصيل فأتقن الأصول على الأئمة وطاف على أعلام الأمة كان الواحدي إماماً في اللغة والنحو وأستاذ عصره في التفسير وكان فقيهاً شاعراً أديباً تصدر للإفادة والتدريس أثر الإمام الواحدي المكتبة العربية والإسلامية بمجموعة من المصنفات العلمية في التفسير واللغة والأدب منها التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول وغيرها توفي الإمام الواحدي رحمه الله في جماد الآخرة سنة 468 للهجرة عن عمر ناهز سبعين عاماً يعد كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز من أقدم المختصرات في التفسير ومن أفضل ما ألف في تفسير القرآن باختصار وقد اهتم به العلماء فجعلوه مصدراً أساسياً لمؤلفاتهم في التفسير وقد صنفه الإمام الواحدي بناءً على طلب من طلابه رغبةً منهم في كتاب تفسير سهل ميسر يقتصر فيه على قول واحد في معنى الآيات المختلف في معناها وقد سارع بتلبية طلبهم بتأليف كتابه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز يعتمد الإمام الواحدي في بيان معاني الآيات على تفسير القرآن بالقرآن إن أمكن وتفسير القرآن بالحديث النبوي إن كان هناك حديث يبين معنى الآية كما يذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآيات ويورد أسباب النزول ويذكر في مطلع كل سورة ما ورد من أحاديث في فضلها ويوضح ألفاظ القرآن بأقوال أهل اللغة والمعاني ويتعرض لبعض المسائل الفقهية ولبعض مسائل النحو بأسلوب واضح ميسر التفاسير القرآنية التفاسير القرآنية